تزايد ملحوظ هذه الأيام في أعداد السوار للمركز الصحي بيتجينت وتعود الأسباب إلى موشة البردلة غالباً ما تصاحبها أمراض تصف بالأمراض الموسمية وتعمل المصالح الطبية على معاينة المرتادين وتقديم العلاجات وسط إجراءات الوقاية من جائحة كورونا المركز الصحي مركز واقع في حيزة جقرافي باتحالي أهل الطرق طريق الماكشوق طريق البردلة وبذلك الأساس يستقطع بياس من المرضى على شتاء مع حالاتهم الصحية هذه الحمة المرتبة عاركة نقول لهم عنها ما تخلعهم هي حمة موسمية لأن الناس توهمهم يجاوب معها ومتعاون معها لفترة زمنية الناس هذه فترة سيشته وتطفع فيها هذه الحمة الحمة اللي ما يعرفوه معها وليسهال وذا ناتج عن الأوساخ ونراجم الناس هون المواطنين يعتنوا بالنظافة ويتوفر المركز على عدة أجنحة تعمل بها الطواقم الطبية بشكل دائم فهذا الجناح الخاص بأمراض النساء والأطفال يحظى بالعناية ويتطلب مزيداً من الإضافات لما يعرفه من إقبال وعمل دائم ندره هنا فيها الحالات اللي دائمًا عيات اللي تشينا كيه ما تعرف كامل يعني أن الحامل فترة الحامل كامل معرض العراقيل ومعرض على أنه أي وقت من محتمل على أنه تخلق تعقود والله ذات كومبليكاسيون في أي وقت على أنه مرتقب أنه تخلق وطبعاً فيه نقص من الماتريال الكراسي قليلة والأسرة فيها عجز وعندنا ما الذي هو الأهم أساساً وهي طاولة إنعاش للوليد وهي طاولة الحرارة وإجهزة إنعاش للوليد هكذا في ظل موجة البرد التي تعرفها البلاد يتخذ المركز الصحي بيتيجيند كامل الإجراءات لإسعاف المواطنين وتقديم العلاجات الصحية الشافية قناة الموريتانية محمد بلال بركز تيجين تالي